مع النادي الأهلي لكن أكيد مباراة صعبة أكيد مباراة صعبة فأتمنى فوز النادي الأهلي إن شاء الله أنت تبعت الناحية التانية تبعت كايزر تشيفز والوداد تفرجت على الماطش؟ لا ما تفرجت كنت تتمنى الأهلي يعني قابل من في المباراة نهاية؟ هي كايزر تشيفز كايزر تشيفز لللف للأكلة؟ لا عشان مباراة جنوب أفريكي عشان فرقة من جنوب أفريكي فأنا متفائل بصحة لأن الوداد كان مطشينا يبقى معهم صعب لكن كايزر تشيفز إن شاء الله يكون خصم سهل للنادي الأهلي والحمد لله يكون لنا كجماهير نادي أهلي وحبينا نادي الأهلي كلنا عندنا ثقة في اللعيبة والجهاز الفني إن هم إن شاء الله يقدر يحاول بطلال عشان لو كلمت معاك على الطريقة اللي تتوقع أن مستر المسلمين يلعب بيها ممطشاط الدوري هل تتوقع أنه يحضر مثلاً أو يفكر يلعب بطرق تناسب أكتر الطريقة اللي يلعب بيها يعني يعتبر مطشاط الدوري جزء منها طبعاً تكسب والصدارة والثلاث نقاط مهمين لكن أعصد دوري هيدخل فيها فكرة التحضير لمطش جنوب أفريقيا كايزر تشيفز هو عارف الفرقة كويس تباحها لعب قدامها عارف العناصر بتاعتها فيبتدي بني خطته أو طريقة لعب ويجربها في المطشاط اللي جاية ولا دي نقرة ودي نقرة تانية لا أنا بشوف إن دي حاجة ودي حاجة تانية خالص هتلاقيه مركز في المباراة اللي جاية إن على طول دلوقتي مستر مسماني مع اللعيبة عاودونا إن هو خلاص بقى بيلعب بطريقة بينزل بيفرض أسلوب لعبه على أي فريق هو بيلعب بالطريقة المعتدر بعد 2-3-1 وخصوصاً بعد عودة أفشا إن هو فريق كبير جداً مع تلت الأمامي للنادي الأهلي فده هيدك الأفضلية إن انت على طول كالنادي الأهلي سواء خارج الملعب أو داخل الملعب أو مع أي فريق إن انت بتنزل بتفرض أسلوب لعبك فده حاجة طبعاً تحسب للجهاز الفني مع تغيير حتى أي العيب عما تشوف علي معلول بيرجع بعد 3 شهور بيقدر إن هو يبقى مفتاح لعب مهم مع النادي الأهلي وما بيتأثرش أداة النادي الأهلي ما بيتأثرش سواء أفشا موجود أو أي حد مش موجود لكن سياسة النادي الأهلي أو منظومة النادي الأهلي ولكن طرق اللعب هي اللي بتدي الأفضلية لنادي الأهلي مع طبعاً مع دعم من جهاز الفني إزاي شفت دور كابتن خطيب مع الفرقة في مراحل مختلفة من دوري الأبطال الكابتن أهلي هنا اللعيبة هنا اللعيبة لما بتشوف الكابتن الخطيب إن هو بيسافر حتى معهم السفريات اللي بره برغم إن صحة الكابتن الخطيب ما تساعدوش حتى إن هو يسافر لكن لما اللعيبة بتشوف رئيس النادي الأهلي أو كيمة زي كابتن محمود الخطيب دستورة على مستوى أفريقيا إن هو بيسافر مع اللعيبة ده بيديهم مسئولية كبيرة جداً وبيديهم دفع كبير جداً إن هم يحققوا هدف عندهم فده حاجة تحسب طبعاً للكابتن الخطيب وحتى رعايته للأمور داخل النادي الأهلي يحسب للجيل ده يعني أنا بشوف إنه يمكن أنت تهيق لي أنتو ويمكن جيل اللي بعدكم شوية من الأجيال المحظوظة اللي لعبته دايماً وليكم ظهر وسند في الملعب يعني ليكم جماهير بتحرككم وبطلع من عندكم أحسن أحسن ما فيكم لكن الجيل ده بيلعب كله متشاطه تقريباً والمدرجات فاضية لو شايف إن فيه دور للجمهور في الفترة اللي جاي إحنا عندنا موسم مضغوط جداً هنرجع تاني الضغط المباريات وده يمكن التخوف الوحيد إنه إحنا لما المطشاطنا اتضغطت واللعبة وجهادت اتأثر بشكل كبير على مستوى الفرقة ككل إيه المطلوب من الجمهور الفترة اللي جاي من وجهة نظرك كابتن أحسن؟ هو يبدل داعم للنادي الأهلي كذلك زي ما الهتاف المعتاد لجماهير النادي الأهلي على الحلوى المرة معاه لكن ده حاجة مش جديدة على جماهير النادي الأهلي إنها تفضل داعمة حتى اللعيبة النادي الأهلي داعمة لمجلس الإدارة داعمة للجهاز الفني فده حاجة مش جديدة وزي ما بتكلم دايماً أن انت خلاص كلعيبة اديتو ثقة للجمهور إن إحنا ممكن نكسب أي حد إن إحنا ممكن نأخد أي بطولة إن إحنا نروح كاس علام الأندية فهنا سقف طموح جماهير النادي الأهلي هو دوري أبطال أفريقيا وخلاص الجماهير بقت متطمنة للجيل الموجود يمكن على مدار حوالي 7 أو 8 سنين ما شفناش جيل بعد الجيل اللي بفضل ربنا كنت موجود فيه إن جيل يفضل متطمنة كنت جماهير النادي الأهلي إن أنت ممكن تكسب أي فريق وتكسب أي وقت وخصوصا إن أنت زي ما قلت حضرتك إن أنت بتوصل لتاني مرة لفاينال أفريقيا وإن شاء الله تقدر تحققها دي مسؤولية كبيرة بتتحطي على اللعيبة بدعم طبعا من الجماهير اللي أنا تمنى أنها تتعود للمدارجات وأنا بأكد إن اللعيبة دي لو لاقوا 60 أو 70 ألف مشجع في المدارجات أنت هتلاقي الأداء دمتين المية